في الحديث الذي رواه الإمام النسائي وصحّحه العلامة الألباني رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هؤلاء الخمس يعقد بأصابع من قالهن في يوم أو في ليلة أو في شهر ثم مات في ذلك اليوم أو في تلك الليلة أو في ذلك الشهر غفر دمبه فيا له من كنز ما أعظمه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للحرص على قوله